واصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني مناقشتها لمواد لائحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك بحضور المستشار القانوني جون باكر ورئيس مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عبد الرحيم صابر واستكملت اللجنة في جلسة اليوم مناقشة بقية مواد الفصل السادس من اللائحة وهي المتعلقة بالقضايا التفصيلية حول آليات اتخاذ القرارات في هيئة المؤتمر المختلفة والمتمثلة بالجلسات العامة الثلاثة واجتماعات مجموعة الحوار وفرق العمل التسع ولجنة التوفيق اليوم تناقش بنود النظام الداخلي طبعا بنود النظام الداخلي هي الأكثر تعقيدة هي معقدة للغاية لتضمن المسار الآية الفني المتصل بكل الإقراءات الخاصة في المؤتمر بما فيها اتخاذ القرار، آلية التوافق، مستوية التمثيل وأشكاله يعني هناك مستوية تعقدة ولذلك يستغرق الموضوع وقتا طويلا نحن نتحدث عن آلية عمل اللجنة هي آلية توافقية وأي توافق يستغرق قدر كبير من الزمن لا يمكن حسم القرارات هنا بالتسعود ولذلك اللجنة استغرقت وقتا طويلا في هذا المستوى شكرا